اكثر من 134 الف مترشحين سيدخلون انطلاقا من اليوم وعلى مدار ثلاثة اسابيع في حملة انتخابية تحضيرا لمحليات السابع والعشرين نوفمبر حملة يستهدفون منها كسبود الناخبين الذي نفاق عددهم والثلاثة والعشرون مليون ناخب المترشحون سيشرعون ضمن هذه الديناميكية في خراجات جوارية وتجمعات شعبية وحملة ترويج عبر وسائل الاعلام الوطنية كل هذا يندرج ضمن شرح البرامج السياسية والتنموية انتخابات السابع والعشرين نوفمبر تأتي كحلقة اخرى في سلسلة الاصلاحات المؤسساتية الشاملة ولضمان انجاح سباق كسب الثقة وتحسيس المواطنين باهمية الموعد هيئت كل الظروف لفائدة المترشحين فعبر ثمان وخمسين ولاية جهزت قاعات للتجمعات ووضعت ألواح إشهارية للملساقات كما حجزت ساعات بث عبر مختلف وسائل الاعلام لصالح منشطي الحملة هي إذن آخر لبنة ستوضع لاستكمال مسار التجديد الذي ناشد إليه رئيس الجمهورية وجاء به الدستور الجديد